موسيقى 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 مرحبا متابعين من رحب فيكم بالحلقة رقم 64 من داخل القفص انا اسمي شاكر ومعاي اخوي وحبيبي ازي عسمط مبدئيا ما كان في فايتسا دلالاسبوع شباب الصراحة كانت النية انه ما نعمل الحلقة بس قلنا لأ ما رح نقطعكم هيك هالاسبوع وطالما في شوية طاقة فقلنا خلينا نسجل ومبدئيا رح نحكي عن نزالات الاسبوع الجاي بفرنسا لاول مرة بتاريخ فرنسا رح يصير في نزالات سوى الاشي عسمط طمني عنك شو اخبارك كيف حالك متحمس ولا لا حبيبي شاكر والله نورت القفص قنز اوت عضلات وكذا ومشاء الله عليك احلم هيك ما فيش بعد الكورونا شاكر مولع وجاي من الجيم طوالي بعدين عشان هيك الله عليك الله عليك مية بالمية زي ما حكيت ما كان في فايتات هادا الاسبوع انا بزعلا ما يكون في فايتات هيك يوم السبت والليلة واشي بس منضلنا على اتصال مع مشاهدينا وليوم من جاو شوي من اسئلتهم وعننا فقرة حلوة باخر الحلقة وان شاء الله خير مية بالمية خلينا نباشر اذا هيك باشر عنا افنت فرنسا ازي بتصدروا نبلش من تحت ولا نبلش من فوق ايش جعبالك نحنا عادتنا منبلش من فوق لتحت ماشي خلص منخش من فوق لتحت بقيادة الفرنسي سيغيل قان ضد تايت ويفاسا الاسترالي الفايت هذا ازي محمس لأسباب كتيره اولها اللي هو كتير ناس بفكروا تايت ويفاسا مش انسان تكنيكل وبيفكروا انه سيغيل قان هو الانسان الكتير تقني بلعبه بس تايت ويفاسا عنده الكيك بوكسنج كتير بحس عنده تكنيك عالي يعني الفايت هاد رح بحسه رح يكون كتير فيه واخده عطا بس يمكن ازا بدها تمد لخمس جولات برجح سيغيل قان للفوز لانه رح يعودك شوي شوي مزمز على تاي ومن بعيد عشان عنده الريتش اعلى شلاليت على رجليه لازم يستغل الكيكس على رجلين تايت ويفاسا تايت ويفاسا بيعرف يعمل ستابس مرتبة يعني ممكن يسلخوا نوكاوت بأي لحظة خلال النزال نفسي تايت ويفاسا يفوز بس اظن لك انا برجح سيريل قان بهاي الحالة بوافقك الرأيي الناس بتطلع على تايت ويفاسا وبيفكروا برميل عجوة يعني بس هو فعليا يعني زلمة عنده تكنيك قوي وزي ما حكيت الكيك بوكسنج تبعهم يعني منيح بس سيريل قان ورجعنا انه بالفايتات اللي قبل انه يعني هافي ويت بسرعة لايت ويت والتكنيك تبعه كتير نظيف وكتير حلو ورح نشوف منه اشياء حلوة هاي الفايت انا بتوقع سيريل قان رح يفوز هاي الفايت بحس ما رح تخلص نوكاوت او سبميشن رح تخلص بقرار الحكام بس انا برجح انه سيريل قان رح يفوز هاي الفايت شفنا منه كتير اشياء منيحة اخر فايتتين يعني للأسف ما قدر يفوز على انقانو وكان صعب كتير يفوز على انقانو خصوصا انه شفنا الرسلنج تبعت انقانو كيف كانت بالاخير يعني ابهرنا فحايل فايت صار مصارع روسي انقانو خلص سبحان الله سبحان الله سبحان مغير الاحوال بس اذا بيفوز سيريل قان على تلك تايتو وفاسا به هاي الفايت يعني برجح بيحط حاله هو لساته النامبر ون هلأ بس اذا بيفوز هاي الفايت يعني خلص انت عم تحط ترجع تحط حالك بأول أول اللاين ببوز المدفع لسه عندك جون جونز وستيبي ومش عارف اش عم بصير بين اكدهم هدول بس من شو شو بدي يصير به هاي الفايت هاي الفايت رح تكون مصرية عم بشوف هلأ مين عمين فاز سيريل قان من قبل يا زلمة الزلمة مش مزحة يعني رفت فايز من يعني رح احكي كلهم بنعدوا على صابع رفايل بساو دونتال ميز تانر بوزر تانر بوزر كانت حلو الفايت جونيور دوسانتوس جارزينيو روزنستروك فولكوف بعدين ديريك لويس بعدين خسر ضد انغانو فعنده سجل شبه ممتاز باليو اف سي خسارته الوحيدة هي فرانسيس انغانو راكرتاو عشرة واحد هلأ يعني ففعليا لساته باول طريقه للسعود وبلشو اماميه هو قبل اربع خمس سنين يعني فالتالي لسه مشواره طويل الله عليك الثنين سلخوا ديريك لويس نوكاوت هذا اشي بناتهم هو مفروغ منه بالضبط يعني ديريك لويس بعدين تحس بالنوكاوتيتين كان بده يطلع اصلا قرفان عيشته فهذا اشي كمان ناخده بعين الاعتبار تايتوي فاسا يمكن خبرته اعمق بالرياضة راكرتاو 15-3 عنده خصوم من قبل يعني تقدر تيح والله اامن فاز على اندري اولوفسكي مثلا باي ديسيجن فاز على سيريل اسكر زمان فبل كيرجع يفوز على سيريل بس اه تايتوي فاسا كمان 100% هلا بده تسلخه كمان شوي 100% وهاتي اخي هل عندك استعداد تسلخ شوي مش لازم تكون بيرة طبعا بس يعني لو مثلا بفضيلك قنينة ببسي او كوكاكولا جوا صر ماية وانت بتحتفل قاعد يعني خلص بيه ادرانالين بالجسم هل ممكن تسلخها ولا لا اسمع فعليا اذا من بوطي انا مستعد اما تحكيلي من بوط حدا تاني مش عارف وين حط اجره مش عارفها بس كمان يعني تخيل احط ببسي ولا سابن اف ولا ايش مكان يكون بيهيك بوط حلو ليش تخرب بوطك يا زامي وتنكد كل الليلة طه مية بالمية يعني مش ما لها منطق في لسه في استرالية وتاي بعملها ببزقوا فيها يعني بيجمعوا كل واحد بيبزق فيها وبيكملوا شرب هاي اللي مستحيل عملها اما لو فزت فايت لو فزت فايت وكل الطاقة اللي بجسمي هاي لو بتعطوني صور ماية فيها ابصر شوبة بشيل عادي على اموم منشوف اذا راح يصحله يشرب شوي ولا لا تايتوي فاسا حكينا هيك عن النزال شوي خلينا نحكي عن النزال اللي قبله وهذا هاي فايت راح تكون ممتازة بس يعني حكيتها انا بالاخر حلقة روبرت ويتكر وإزرائيل أديسانيا لفل تاني بالميدلويتس والباقي كلهم حطهم بعرف تاني صحيح نزال ويتكر مع مارفن فيتوري انا بحس ويتكر راح يبهدله لمارفن فيتوري ممكن يكون استنى بس عم بتطلع على تايتوي فاسا وهات عندي توقع جديد سيريل جان باي سبميشن بحس ممكن اسمع حلو انك رجعت لهذا الموضوع حلو انك رجعت لهذا الموضوع حلو انك رجعت لهذا الموضوع خلينا نرجع له شوي لانه انا ما بتخيل انه هاي الفايت راح تنزل على الارض هاي الفايت بتخيلها على الواقف كمبليتلي مش عارف عندي احساس انه تايتو وفاسا وسيري القان رح تضلها على الواقف لانه تايتو وفاسا عصلا يعني سترايكر وعنده جهم الشاب فانه شو بدي خلي على الارض هذا انه مدحل اللي بدي تخليه على الارض يعني هو مش عارف بس يعني قان ممكن يسلخه هيلهوك مثلا عنده هيلهوك من قبل عنده آرم حلو مع انه قان لساته جديد على هاد العالم يعني فرجانه انه حتى عنده جوجيتسو اذا بده يكون البلانتاته ذكية وسهلة عشان بس يحافظ على الرقم تاعه او اشي يلعب لعبتاي ما بعرف يلعبها عرفت فممكن يلعبها بذكاء شوي منشوف انا مش عارف ليش تخيلي انه هاي الفايت ما رح تنزل على الارض عندي تخيل انه اتو البي كنتستد على الواقف ورح نشوف التكنيك والسرعة تابعت سيري القون وحاسس هيك من جوه انه رح يقدر يلفلف حوالي تايتي وفاسا رح تكون فايت حلوي وانت مش غريب على التوقعات الصائبة حكيت هذيك اليوم ليون ادوردس هيفوز وفعليا لسا لهلأ اسمع لهلأ باحلم لهلأ باحلم فيها الكيك هذيك صرت حضرها ابو مئة ألف مره بس فيديو تاعهم اللي حطوا عليه غنيت روكي هاي مئة بمئة اسمع الكوتش تبعه الكوتش تبع ليون ادوردس الكوتش تبع ليون ادوردس بحكي له stop feeling bad for yourself stop ابصر شو وقف هيك اخر مرة اخر محاول اليك هاي يعني في ناس بتحس اذا بيكون معاك كوتش زي هيك بيضغطه وبدفشه وهيك بيساعده في ناس بتحس اذا بتحط له كوتش زي هيك خلاص بيضفي وبتخوقع وخلاص بدخل جوب وقفصه وخلاص خلصت الفايت زم الكوتش اكبر تأثير على المقاتل يعني انت اللي عم بتحط الافكار براس المقاتل مئة بمئة اهم اشي الواحد يكون عنده كوتش رائع زي هيك وعسيرة كوتش رائع في شو جديد نزل على هولو بتلاقوه انلاين طبعا شباب البايرتز اسمه مايك عن قصة حياة مايك تايسن بس ديروا بالكم دينا وايت يلقوتكم عن قصة حياة مايك تايسن والممثل جاي بصوت مايك تايسن بالضبط وبفرجوك قصته مع كاس دياماتو اول كوتش لتايسن كيف كان يعمله غسيل دماغ وتنويم مغناطيسي مية بالمية يعد يزرع براسه افكار انه انت وحش انت مجرم انت رايح جهنمي جهنمي اه وهو مايك تايسن كان اكتر انسان بريء بالعالم وكان يعني حياته كلها متعرض للتنمر وهيك فهي هيك فاصل سريعي اخوان نصيحة احضروه للبرنامج اسمع بما انك دخلت على قديش مهم الكوتش بحياة المقاتل رح اخذ هيك فاصل خفيف كوت سامي طالع على لاس فيغس هلأ يدافع عن لقبه اللي هو بطولة العالم ماسترز فاز هالسنة الماضية هاي السنة طالع يدافع عن بطولته ماسترز سيكس الزلمة عمره ستة وخمسين سنة اقسم بديني الاسبوع الماضي رحت معها على البركة مستحي امشي جنبه قد ما هو كتل عضلية شفت صورته يا زلمة شفت صورته ابز واد ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه فمتابعينا اذا اي حدا عنده flow grappling يحضر black belts master 6 رح تكون سبتمبر 7 كوتش سامي الجمل دايما رافع راس الاردن وراس فريقنا ومنتمنى له التوفيق وكوتش رجع اجرين معاك foot lux حتى الموت 100% 100% كوتش سامي منتمنى لك كل التوفيق طبعا كوتش سامي الجمل غني عن التعريف اسطورة وعلم من اعلام الجوجدسو بالشرق الاوسط هو المدرب طبعا تع عصمت من قبل 14-15 سنة هو اللي حول عصمت من ولد مدلل وابو كرش الى بطل جوجدسو طبعا بنبعت لك اكبر تحية كوتش سامي والله يوفقك يا رب وان شاء الله بترجع به كمان دهبية هاي السنة مننتقل لا خلينا نكمل هلأ نرجع لشغلنا ازي منكمل مع واحد كمان عنده بلاك بلت بالجوجدسو يعني مش قليل روبرت ويتكر ضد مارفن فيتوري روبرت ويتكر ضد مارفن فيتوري انا بقول لك روبرت ويتكر مليون بالمية عسيرة جوجدسو ممكن نشوف منه اشي عالارض مع مارفن فيتوري بما انه فيتوري عبارة عن دابة عرفت بحس فيتوري رح يكون زي الستاير تاعه دايما انه يحاول يخش ويكسر من اولها بس روبرت ويتكر لفل تاني من التكنيك من الخبرة يعني الone two هاي كيك هاي اللي بتجنن عنده ممكن نشوف نرجع نشوف هتخيل لو بعد دومينيك كروز وشيتو بعدين ليون ادوارز ووزمن نشوف ويتكر وفيتوري نفس الكيك اه انا بقول ويتكر بتصير ترند هاي الكيك اه تلاتة تلاتة مين افنت بخلصوا بكيك زي هيك يعني اشي جنوني وفعليا اذا انت بتطلع على الفايتات تابعون ويتكر اشياء بتخوف اسرائيل ادسانيا خسر منه كيفن قستلم فاز عليه جارد دارنتل كلهم فاز عليهم خسر من ازرائيل ادسانيا كمان مراي يعني خسارته فعليا بس من ازرائيل ادسانيا لعب مع يويل روميرو مرتين تطبيش رونالدو جاكري سوزا فاز عليه ديريك بونسن رافيال نتال يورايا هول براد تفاريس ملعب تلس رافيال ندال مش ندال نتال حاج والله كنت عارف ماك راح تحكي خوت ممزحي هالأدبع عرفك هالأدبع عرفك فعليا يعني فايتات اشي مخيف الزلمة هذا ما ما عندي توقع انه راح يخسر من فيتوري فيتوري انت دائما تتخوت عليه بتحكي لطخة زي ايش كنت سميه ما دول هبيل ايه الوريكل او ايش اسمهم هدول الوركس ايه شو اسمه lord of the rings هدول وحوش هاي نفس الاشي نفس الاشي فعليا كل ما اسمع كل ما اشوفه بتتذكرك مش طبيعي اه مش طبيعي مش بهم يا زلمي فا يعني اه فايت حلوة اظن بس هي اعادة اثبات لروبرت وتكر انه هو بالصدارة تاعت هو وادسانيا يعني رح يرجع يصير نزال ثالث لهم حاسس لا محالة يعني غير اذا بيهيرا بيفوز على ادسانيا وقتها بتنقلب كل الموازين يعني عرفت بس انا يزم صرت متعود على ادسانيا شامبيون يعني ما بتذكر قبل ما كان شامبيون ايش كان يسوي الولد وين كان فا منشوف منشوف ايش بيصير طبعا مباراة مصيرية هاي للديفجن بحسها وعندك طبعا باولو كوستا باولو كوستا هكذا رح يكون بفرنسا عم بيحضر هذا النزال عشان يشوف مين رح يفوز بيناتهم وبدو يلعب ضده ففيه تشكيلة حلوة هلأ بالميدلويت بس هو زي ما حكينا قبل الشو فاز على مارفن ذاتوي صح اه فاز بس اذا مارفن هلأ يعني فاز بدو يرجع يلعبها اقن ف ما بنعرف شو ممكن يصير ومننتقل من هاي الفايت الى ايطاليا مع اليسيو دي تشيريكو مع رومان كوبيلوف يعني مش عارف هذا اليسيو دي تشيريكو ليه حطينه يعني التالت فايت من فوق الكارد وهو عنده اربع خسارات باخر خمس نزالات اه واضن صاير معاه قصة كمان اخر فترة وطخ على اليو اف سي وتبهدل اه مش عارف بحس يمكن حطينه يتبهدل مع هذا رومان كوبيلوف يمكن اه رومان تمانية اثنين الركض وكمان عنده خسارتين باليو اف سي داخل هلأ 2019 لعب و2021 خسرهم وهلأ بدو يرجع يلعب يعني مشو هالفايت الزف يعني ما اه وعندك مثلا تحت تحت واكين بوكلي و نصر الدين امافوف انه عشان يبيعوا البريلامز يمكن شوال اكيد او عشان يقبي الستاديوم مية بالمية عادة انا سمعتلك سمعة بيحكي لك ال يو اف سي مش هلأ بيحكي لك اه 22 sold out arena record وبصار شو بظلهم يزيدوا 23rd 24th هاد عم باسمع الناس بتحكو انه لا ما عم بيكونوا sold out بس عم بيحكو هيك وطريقة التصوير بيصوروا نص الارينا بس فانه عم بفكر الموضوع انه معقول هيك عم بيصير هلأ غريب صراحة ما بستبعد يعني بيظلوا يعني الركرد هاد اللي عم بيحكو عنه انه دايما sold out ما رح أصدقه كتير بس بسدق لما يكون مثلا يحكي لك انه record breaking attendance بمدسون سكوير غاردن لما يكون طلع من الارينا نفسها صح الرقم اما لو يو اف سي من عندهم بيطلعوا ارقام وهيك ما رح أصدق بس دينا عبقري عبقري marketing و propaganda و كذا و كيف يبيع الشركة اسمع عشان هيك بتوقع انه عشان هيك بتوقع ما بدهم يعملوا stadiums زي ومبلي و زي انفيلد و هيك بدهم مستحيل يسكر شو بدك تكر لا تسكر يزا ايش تعبي تعبي ف هاي يعني واحدة من النقاط انا بتخيل ما بعملوها ب stadium قدم أو و محل هيك كبير عشان بده يضله يحكي انه اه نحن بريك ركور بريك ركور و يكمل الhype machine هاي هي لا شوف ب استريليا قدي كان الركور وتذكر كان يعني هو اكبر attendance آه هات نشوف ها السريع هي و تكر أدسانيا 57127 يعني ومبلي ومبلي قدي بيشيل يمكن 80 ألف آه بأنت عم تحكي بي عشرات العناف يعني آه بوال أكتر لا انسى هاي أرقام غلطة عم تطلع لي لا لا مستحيل تقول لي 500 ألف صحيح لا بتهبلو لا لا هادي معلوء اشي تاني مبدئيا الركور تعوام بلي آه 87000 يعني شوف اذا بيجيبوا بادي بيجيبوا دارين تيل بيجيبوا ليون أدورد وبيجيبوا كوين إليزابيث تلعب ممكن وقتها يكسروا هذا الركور خير كوين إليزابيث تلعب بدين تسلخ هيد كيك نوكاوت على أموم مع ميركل منكمل خلص خلص تكنسلني بيكفي بيكفي جون مقدسي ضد نصرة حق براست جون مقدسي أظن هذا حكيت عنه أنا من زمان من أصول لبنانية وفي عنده ارتباطات مع مافيا وإشي هيك يمكن هو نفسه هاد المقاتل طبعا ونصرة حق براست اللي هو مقاتل للأسف خسران آخر تو فايتس إله وواحدة منهم ما كانت مع بوبي جرين بس كتير بحبه هاد المقاتل لأنه بحسه كتير متكامل زي زي ناس يعني مهمين به هاي الديفجن مع جون مقدسي بحس بفوزه يعني بفوزه هز رسلينج أقوى عنده تي كي أو عنده بونشينج باور يعني منيحة أنا بتوقع نصرة يفوز بهذا النزال إن شاء الله النصر يكون لنصرة مغربي قوي جدا وزي ما حقيت من قاتل مكتمل أنا ما بعرف لسه ما شفت كتير عن مقدسي جون مقدسي هاي الفايتس رح تكون انترستين كمان نشوف يعني مصيرية لنصرة لأنه إذا اسمع أي حدا بصير عنده ثلاثة أو أربع خسارات ولا بعض بصير يعني عنده مشاكل هيك بضعف سهمه وخلص بصير يعني معرض للكحش أي يوم زي إذا موراكن ديفل يطلعوه هلأ خلال هذه الأسبوع طبعا لا مينشاف ولا ميندري ولا إحم ولا دستور فجأة هيك تقرأ إنه طلعوه حتى هم ما بيعلنوا يا عمي في بيجز أوتوماتيك بيشوفوا اليو اف سي روستر كل يوم وإذا أي حدا بيبطل موجود بيطلع لهم هذا ولا حكوا أي إشي بس كحشو يعني زي ما بعرف كيف بيقدروا يعملوا هيك على العموم من انتقل الفاذر ويتس بهذا الكارت أنا بقول هاي رح تكون فايت اوف دي نايت ولسبب واحد إنه هدول التنين مقاتلين مجانين وبالأخص شارلز جوردين بحب أحضر له نزالات آخر فايت إلو مع شين بورغوس تتذكر أظن حضرناها مع بعض كسروا بعض ليلة أورتيغا ورودريغز مية بالمية هاي هاي الفايت أنا حاسس رح تكون فايت اوف دي نايت شارلز جوردين خسر آخر نزال إلو مع بورغوس شو اسمه ناثانيال وود كمان مجنون الولد عبارة عن دينامو شغال عنده آخر نزال كان مع شارلز جوردين وفازه والركورد تاعه 18-5 بالنسبة لإلي بحب أشوف شارلز جوردين يرجع بالتصنيفات ونشوفه عم بفوز هذا النزال بوافقك بالرأي حكينا هاي عنها الفايت قبل الريكوردينج يعني رح تكون حماسية كتير رح تكون مولها ما عندي يعني ما عندي تحيز لأي منهم بس بدي أشوف فايت يا قاتل يا مكتول قوية كيكس وضرب على الوجه ونزلوا على الأرض وورجينا شوية سبميشنز بس متعونا بس متعني أرقوق اللي ما أظن رح تكون ممتعة هي ناصر الدين إمافوف ضد هواكين باكلي إمافوف يعني صراحة شاب قد حاله وزيادة 11-3 الركر تاعه آخر فوز إله على أدمن الشبازيان طبعا هواكين باكلي بتعرفوه شباب هو صاحب يعني واحدة من أعظم النوكاوتس بتاريخ المنظمة اللي سلخة وقتها على إمباكا سنقني بس واكين باكلي هلأ على سلسلة انتصارات ثلاث انتصارات صار عنده والركر تاعه 15-4 يعني بحسه مقاتل ممتاز بس ما بعرف إذا رح يقدر لإمافوف إمافوف كمان عنده نوكاوت باور وعنده رسلينج يعني شاطر الزلمة تاعة 72% الأكوريسي للسرايكين تاعه 56% يعني ممكن إنه نشوف منه نوكاوت بصراحة أنا هم حاسس ممكن نشوف نوكاوت بس الأكيد رح نشوف تيكداون الأكيد اللي مية بالمية رح نشوف تيكداون وزي ما حكيت واكين باكلي يعني مشهور بسبب الركلة تبعته هاي المورت الكمبات فنش وشهرته كتير ورفعت ساهمه كتير وفعليا أنا شخصيته ما بحبها كتير بس كمقاتل شبه مكتمل يمكن على الأرض عنده المشاكل الوحيدة يعني بحس إذا إما فوف بنزله على الأرض رح يصير عنده مشاكل واسعة فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بنواز سيد بني هذا دينا دينا عم بيحكي دينا بيحكي لك خف على المقاتلين دينا وايت عم برن علي انا اسف هذا علي عبد العزيز بيحكي لي خف على كمره اوزمن خلصنا هيك الكارد صراحة الباقي النزالات يعني مش هالاشي المحرز انا بقول ازي ناخد استراحة ما بين الشوطين سعدينك ونرجع لمتابعينا باقي الفقرات متابعين ارجعنا لكم من استراحة ما بين الجولات خلينا نحكي بشوي احنا ايش قلنا اخبار ولا اسئلة بالزي ايش جعبا لك انت ايش جعبا لك يا زمي تعرف اخبار مبدئيا لانه طليعلي هلا قوست بوجهي انطخ ديميتريس جونسون يا زلمي شو اللي عمله على الويكن هاد رهيب طرشت الدنيا شو هاي شو هالنوكا شو هالسيطرة شو هالتحكم بأعصابه انه بعد ما ضربه وقع على الارض يعني هذا الستايل تاعه انا بقولك بعتبر ديميتريس جونسون ممكن الافضل بتاريخ يعني ممكن اعطيه منهم منهم اه بحطه بحطه مع جي اس بي حبيب جون جونس غنمي غنمي انسان مش طبيعي جد غهم لانه الطريقة اللي انهى فيها هاي الفايت مبدئيا حتى لو باليو افسي عملها كان اظن مرأة لانه كان لسه خصمه مش كاملا على الارض واقع بيون شامبينشيب مسموح ضرب الركب والرجلين على خصمك وهو على الارض بس يا زلمي شو هالستايل اللي عنده يعني ما بعرف ما بعرف حتى بتذكر السبميشن اللي مرة عملها لواحد لما مسكه تيك داون وهو بالهوى اخذ سالخه بالهوى عمر صح مش طبيعي يا زلمي مش طبيعي من احلى النوكاوتس او اعثر النوكاوتس اللي بشوفها بحياتي وانا نزلت على انستجرام تاعنا انها هاي جريمة قتل كانت فعليا البوستي هلا شفتها انه وزنه walking around يعني وزنه طبيعي 136 باوند وزنه يوم الفايت 135 باوند فالشاب فعليا ما ما بحرق اي اشي عشان ما بينزل وزن عشان هاي النزلات مش طبيعي وفعليا خصمه كان weight class اعلى منه فهذا جنون 100% وازدلك الطين بله خصمه فاز عليه زي ما انت حكيت نفس الطريقة بنوكاوت مخيفة نزلوا على الارض وخبطوا ركبة على الارض وهو منزل نزلوا خبطوا ركبة على وجهه يعني طفا وكانت فعليا من المرات الاليل اللي منشوف Mighty Mouse Demetrius Johnson بخطر رجعت الفايت ورجع له وانتقم منه واعطاه ركبة اوسخ من اللي اعطاه اللي اكلها يعني زي ما حكيت حطه على الكيج ضربه زهزه رجعه على الكيج وهو عم بوصل على الكيج نط وخبطوا اياها يعني الاكيريسي تبعته الدقة تبعته الف بالمية طبيعي طبيعي حلو كتير وبما انك جبتهاي السيرة كتير غريب انه بدلوه اول مرة بتاريخ اليو افسي ببدلوا لاعب مع بن اسكرين مع بن اسكرين وقتها كان سيج نورثكوت صح بس غباء غباء يعني ديميتريس كان هلأ بيكون يعني من اكبر سوبر ستارز باليو افسي يا زلمي حرام وفعليا جو روغن كان الو ايد بالموضوع جو روغن اقنع دينا وايت يعمل هاي الحركة كان بده يجيب بن اسكرين جو روغن كان حميان وبلاوي انه يجيب بن اسكرين اه بس يعني بن اسكرين ايش سوى باليو افسي ولا اشي ولا اشي غريب فوز غريب فوز فوز غبي على تايرن ودلي كونتروفيرش كهير اه ساري على روبي لولر وخسر من ماس فيدال بطريقة زبالة بعشر ثواني ولا اربعة عشر ثانية يعني ما عمل ما عمل تتذكر مع مين اللي يعد بعد ماس فيدال طيب عم بحاول تتذكر ضد كتير كتير ناس ناسين هاي الفايت تير احكي دي حتى انا هلأ صرت دي اتأكد احكي دي ديمين مايا صح 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 كانت فايت خرا فهدل يعني كانت فايت زبالة بتذكرها اه بتذكرها بعقلي اه يعني فعليا دخل لما صاري وروح مية بالمية اخسر واتيها خسر تشوك بن ديمين مايا رير ميك تشوك اه 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 مسكين يا زبالة بس يعني كنت عم بحكي حتى مع شباب شباب سوديو الجمهور بنحكي انه اوسخ واغرب انتقال بتاريخ اي رياضة يمكن اه او تبديل فهم كيف واعطوا مايتي ماوس لون وهيو مسفح الشب وزي ما حكيت يمكن بنزل باعظم خمسة بالعالم ولاحظ انه اليو اف سي حتى شطبوه شطبوه انه ولا حتى بيحكوا عنه ولا حتى هذا مع انه الزلمي كتير خدم ايضا ولا بيسألوا عنه وهو رايق والحج دينا ديميتريس جونسون كتير رايق يا زلمي بتذكر عنده اكتر من مؤتمر صحفي كان يحكي انه كنت عم بالعب أنا جيمينج كنت عم بالعب جيمينج وطلعت من الجيمينج قازي عمل بس كونفرنس ورح خلص ارجع على الجيمينج قبل بساعة من الفايت بيكون قاعد عم جيمينج مع الشباب فشخصيته حلو وكاتكوت ولطيف وهيك حرام مضيعه على واحد زي بن أسكرين يعني بن أسكرين كم تقدر تشتريه شراء الضب الضب على الأموم ايجا وفضح حاله مع انه طب برسلر يعني بيحزن خلينا اذا هيك نكمل بأخبار ايزي مية بالمية كيف الفيديو تعنيه دياز مع يوسادة يا بي يا الله هذي الإنسان شقصة بما انه صار الحشيش مسموع مع يوسادة استغل الموضوع الاخر انه الزلمي قاعد جنبه بيفحصه وعم بستناه يشخ بالكاسة وهو قاعد بسلخ صاروخ يا زلمي مش طبيعي يا الله تضحكني الفيديو بس هذي الفرجي انه زمان يا زلمي نك دياز انحرم لخمس سنين وقتها يمكن عشان ماريوانا مية صار الموضوع عادي اسمع فيه ناس انطروا من اليو افسي عشان الماريوانا وعلى الويد وعلى بصر شو هذا الحكي انطروا وفعليا هو مش كتير مسموح من يوسادا لانه انت يوم الفايت ما بتقدر تدخل قبل عادي يكون بالسيستم تبعك بس يوم الفايت هذا بس يزامي نيت دياز ماشي على الخط يعني تعرف فيه خط بين الجينيس والتهور والغباء والجنون نيت دياز اجر هون واجر هون يعني ف تبعا يوسادا قاعد وراه وقاعد عم بيحكي اسمه غلط وبيمرق له البلونت وشباب قاعدين بالقوضة بيضحكوا وبتخوت وقصة والله العظيم انه قصة هاد الانسانية زمي تحشيش حراقت اللتر اللي تحشيش فعليا تحشيش بالظبط هذا واحد من الاشياء الحلوة اللي شفناها اليوم اشي تاني اعلنوا عنه فيتور بلفرت بده يرجع للبوكسينج بنزال مع حسيم رحمن جونيور اللي كان مفروض يلعب ضد جيك بول يعني فيتور يا زنمي تعرف فيتور منخل زي كامارو اوزمن قدمة مااخد ابره قدمة هو مغزغز شكله اكنه عمره 30 سنة وهو يمكن عمره 73 مش طبيعي يا زنمي فيتور ولسه بده ولسه قدها يعني ما بعرف اخر نزال له بوكسينج كان مع ايفاندر هوليفيرد اللي عمره يمكن بجوز 113 وكان وكتيها عمره 44 يعني هلا يكون عمره 46 ماشي ماشي هلا حسيم رحمن مبسوط انه عم بلعب ضد حدا كتير اصعب بالنسبة له من جيك بول وانا بوافق صراحة فيتور قدمة مغزوز ابر اكيد رح يكون اصعب من جيك بول بحس شو رأيك اكيد 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 بس انا كمان لسه بحس انه خسر خسر احتمالية اللعب مع جيك بول لاخر حياته يعني كان رح يكون يومي كيش فيه مصاري من هون لجهنم يعني بس خسر خلص راحت عليه هاي الفرصة وهاي رح تكون فايت حلوة يمكن فيتور بيورجينا اشياء حلوة بس ما منعرف يعني هذا تست قوي لفيتور بلفور رح يكون تست قوي رح تقدر تشوف اذا هذا جد عنده سكل بوكسنج بس لانه كنا منعرف انه سكل امامي موجود بس زي ما حكيت منخل ونشوف اذا بنفعه بهاي الفايت الستامل رح يلعب دور العضلات رح تلعب دور اكيد والستيرويد رح تلعب دور منكمل هلأ مع انسان يعني صرت اكن له احترام جديد هلأ رافايل دوسانيوس قال لك عمي انا خلصت اخر اخر خلنحكي سباق للقب عندي هلأ اعطوني نزال مع حدا من هالشباب المحترمين القدام حدا زي وندر بوي حدا زي مات براون كان نفسه توني فرغسون بس توني فرغسون مشغول هلأ يعني هذا مقاتل بفهم عمره 37 سنة بده يتقاعد جيبولي حدا قديم يعني يريتني الدياز هيك عملوا معه وحتى طلب مثلا مازويدال طلب جيم ميلر طلب كليغ ويدا كليغ ويدا يا زلمان رح يكون صار له 60 نزال هلأ قريبا وظن حاجة زولة فايت قريبة خير بس يعني رافايل دوسانيوس بزقف له صراحة بما انك جبت صيرة كليغ ويدا مبارح كان عنده ماتش جرابلينج كانت حلوة لعب كتير منيح ماتش جرابلينج تذكروا هدا اللي كان يلبس رواعي بروس لي ايش كان يسموه أليكس كسيرس أو آه كسيرس مي ومي لعبه مع بعض اعتقد كليغ ويدا بروس ليروي صح؟ اظن هداك واحد ثاني بروس ليروي نسمي حالا أوكي أليكس لا هو أليكس كسيرس متأكد منها كانت فايت حلوة ما حضرتها كلها بس شفت هيك لقطات منها كان كليغ ويدا عم بعمل منيح وزي ما حكيت رافايل دوسانيوس كان شامبين فالزلمة مخلص عارف وين موقعه من الإعراب الزلمة مخلص بس قاعد عم بيحاول هلا يمدد يعني وقته باليو اف سي يطلع له شوية كاش زيادة لاحظ انه ما طلب كونر ميكراقر وهلا بنرجع بنحكي عن كونر ميكراقر وأفلامه الهندية بس أفلامه الهندية موثق الولد ما طلب يلعب مع كونر لانه عارف انه كونر ما رح ياخد هاي الفايت خلص عارف انه نزل تحت المستوى المطلوب انه يكون ما ببيع يعني ما فعليا ما بس كل الاحترام لاله انسان رهيب الجدسه تبعه مخيف وارجعنا كتير اشياء رهيبة بمسيرته وخلص يعني اجا وقته وان شاء الله يتعلموا منه المقاتلين الصغار بالعمر الاجداد بالرياضة طلع على الناس المخضرمين كيف بس يوصل لفترة معينة ما بدو يخرب سمعته ما بدو يخرب الركر تبعه ما بدو يخرب بزب بزب بيحترم حاله خلص عارف وبوقف والله يا حرام نيت دياز كان هيك بدو يعمل بس غصبوه على حمزات رح ياكل هوا تعرفش اهو لا لا رح ياكل هوا نعرف رح ياكل هوا بس انا حاسس لك انه في فيلم رح يصير حاسس لك انه في فيلم رح يصير اصابة ولا مثلا سبميشن من اول راوند لنيت دياز مثلا تطلع منه ارم بار ولا تريانجل رفيت ويقعد اسمع طلع حابة للناس صعب جدا بس انا حاسس لك نيت دياز رح يعمل فيلم يعني تخيل يطلع يوم الفايت وهو اعلى بدخن على الكيج او يدخل على الكيج مثلا يدخل على الكيج يعمل اشي اللي قل من اولها لا تابع هذا الايغو تابعه كبير الايغو تابعه كبير بس يعمل اشي يدخل على الكيج يشمط الحكم كف او يعني هيك اشي فاهم كيف يدخل على الكيج او يطلع لابس مش هواعي الUFC مثلا اشي زي هيك اه رح يصير اشي انا متأكد انا متأكد هذا الشاب خلص حتى لو فاز بدوش الUFC يعني لما عم تحكي عن نيت دياز عم بيترك الUFC انت عم تحكي عن حضارة كاملة عم تترك الUFC فيه اشي رح يتغير بالمنظمة بس يطلع نيت دياز صحيح فا انا معاك الا ما يكون فيه اشي سباشل او حتى الUFC المفروض يعملوا اشي سباشل لنيت دياز رهيب لازم يكون با فاخم ما رح يعملوله اشي بس الفانز اسمعلي صوت الفانز بس يطلع نيت دياز وشو من اللي ريحت الحشائش بس يطلع نيت دياز بس هذا اللي الفايت وين رح يتصير والله لازم نعرف لك تعرف اذا قانوني بهديك الولاية ولا لا قانوني ولا مش قانوني عم رح يتصير اه مية بالمية حتى اخر فايت الوقت تشيتوفيرا يعني كانت اه اه فيغس يوتا 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 اه يعني اه وين هاي رح لا لا تشيتوفيرا صح بكاليفورنيا بسان دييغو اللي قبلها كانت بيوتا اه اه كمارو اسمن وليان ادواردز اللي كانت في يوتا اه اه مية بالمية اه اه دقيقة عم بشوف اه حماس تعرف اه اه لانه رح يكونوا التيموبايل قريم رح يكون هلو فيغس سالك اه رح يولع امها سالك سالك ولع امها جديه لولا يوسادة بدخل عالقفص وهم وليعها اه 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 بيه عالأموم خلنا نكمل بلاش يكبسوا علينا المكافحة هيك موضوع اه كونر اخر خبر انه كونر كونر قبل ما ادخلها كونر كونر اه 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 ما الاخته يا زممي ما الاخته يا زممي هلأ كمان عسيرة الحشيش نزل هلأ فيديو قاعد بدخلينه بيغمز للكاميرا وهذا والفيديو الوثائقي اللي نزلوا قبل اكمن يوم الله يخزيه عهيك فيديو عاليخت عاليخت اللمبرغيني تبعه عاليخت بصور البحر ناشنال جيوغرافيك قاعد وفجأة بتلاقي حلال عليه صراحة حلال عليه تقولش حلال فش ايش حلال هو بعمل مبدعيا لا تحكي حلال حبيبي بعدين بنطولك الشباب بالكومنتس اللي بيحكولي اسمع خلص ماشي بديش احكي بالموضوع هداك خلص سكر على الموضوع بس ما في نص اسمع الزلمي بطلع له مليونير ما عنا نص لهذا الشلاب خلص خلص بالله عليك اسمع خلص اطلع من الموضوع خلص ماشي ماشي بس يجب يعني هل هو سكران لهالدرجة انه ينزل هيك فيديو هل مفكر الناس ما رح تلاحظ هل فعلا بالغلط ما كان عم بيصير اشي وكان اكيد لا شاكر مدام نايمة يعني شاك حبيب شاك بس بده يكون relevant بس بده يضله مشهور بس بده يضله الناس تحكي عنه بس بده يخلي في عليه hype طب يا عمي مرت وين اهلها عنها مثلا مش علي ما بيرن عليه بيقول له يا زلمي استحيع دمك استر ديننا استرنا يا زلمي استر بنتي استر استر مش عارفك عرضك هاي على الاموم كونر كونر رح يطلو كونر وش عارف صراحة في ناس المشكلة بالاسئلة اللي بعتولنا اياها الشباب حكولنا نحكي بالموضوع وقالولنا لأ بعرف انه ما رح تحكي عنها عيب فحكينا بالموضوع مش رح نحكي كتير بالموضوع اللي بده يعرف يروح يشوف في الفيديو اللي نزله كونر لحاله رح يلاحظ على العموم هيك منكون خلصنا فقرة الأخبار شباب خلينا نفوت على فقرة أسئلة المتابعين طلبنا منكم تشاركوا معنا أسئلة طبعا في واحد من الأسئلة رح نجاوبوا آخر إشي كفقرة كاملة بس خلينا نمشي بالأسئلة هيك على السريع ما رح نقدر نجاوبهم كلهم طبعا شكرا لكل حدا بعتلنا 34 سؤال يخوان يعني هاي بده حلقة كاملة شكرا كتير 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 لكل واحد بعتلنا سؤال وإن شاء الله نقدر نجاوب على قد ما منقدر أسئلة ليون أدوردز و كامارو ثري مين بيفوز أنا حكيتها من قبل يعني من عشر نزلات تسعة رح يفوزهم كامارو ليون أدوردز رح يكون دايما بده خطة محكمة زابطة مليون بالمية عشان يقدر يفوز هلأ الأمل إنه كامارو ما رح يكون نفس الشخص بعد النوكالت لأكلها وممكن ليون صارت فرص واقف كيف رأيك إذيك؟ فعليا أنا زيك بحكي وإنت المرة الماضي يعني حسبتها أخدت الواحد من عشرة وضربت بحظك ولسه بدك مني عشا يا حج المهم آه، ذكرتك أنا بحس إذا بلعبوا مع بعض كامارو أسمن ممكن يفوز لأنه ما رح يتهاون بالموضوع بس عشان ليون أدوردز بعرف إنه بقدر يعمله نوكاوت بكيك واحدة رح يصير يلخمه رح يصير يعمل فينتس رح يصير يخوفه رح يصير هذا فبتكون فايت حلوة والسؤال الأقوى من هذا السؤال مع إنه سؤال قوي مين رح يلعب مع ليون أدوردز نكست هو السؤال الأعظم كتير ناس حكوا هور هي ماس فيدال وأنا حتحمست على الفايت بس ماس فيدال يا زلمي هلأ جاي من خسارتين على التايتل ويعني مش مزبر ما، ما بستحق الفايت مع إنه منحبه يعني ما، ما بستحق الفايت لازم يفوز له واحدة انتين بطريقة رهيبة عشان يلعب على التايتل غير هيك ما تقنعني فهي بضلها يا بينكمارو أسمن يا الفايز من يا حمزة شمايف يعني نكون صريحين فادي أخيل سيناريو إنه نيردياز يفوز على شمايف يا سيدي ما رح يفوز على شماير ويخلص بطل وهو عمره معه ما رح يفوز على شماير ما رح يفوز شاك زي ما أنا شايفك قدامي مش رح يفوز على شماير مستحيل ما شي صعب يزا نخلي شوية أمل عندي على الأموم أنا ما بعرف صراحة بدي لتنين يفوزوا يريد تكون درو مثلا ويعيدوها مش عارف ضعت أنا بهذا وله بس لا ما زدال أظن لك على الأغلب على الأغلب يعطوه قلبرت بونت هاي فايت يعني عم بينحكى فيها بس ما بعرف إذا تم الاتفاق ستيفن تومسن صحيح ما رضي ياخد الفايت تاعد شوكة رحمنوف لأنه قال لك يا عمي أنا آخر نزالين أعطيتوني مصارعين بدكم ترجعوا تعطوني كمان مصارع وتحرقوا الكرت تاعد خلص هتولكم سترايك خايف 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 فعليا هو كمان يعني على طريقة طلعة قاعد ستيفن تومسن ما بده يخلصه وقاعد عم بخسر نزالات ما حق اسمع شوكة رحمنوف شفناه مخيف عنده إنهاءات بالإخضاع وعنده إنهاءات بالنوكاوت وكلهم كل فايتاته خلصهم يعني أكيد ستيفن تومسن قال لك يا زمن أحط حالي بهادي هيك الموقف ليش أحط حالي بموقف على الأدية آه إنه قال لهم خلص ولقاله حجة إنه أنا هدي بدي واحد يلعب معي سترايكي فخلص مارغوله إياها زلمي فترين أعطوه حدا زي العالم والناس وعلى قليل حكا آه حكا صحيح وهو اللي بدخل هدول المقاتلين الجداد قاعد على اليو اف سي فهو اللي بدخل مية بالمية آه آم أوكي خلينا نكمل الأسئلة اللي بعدها نادر نصر الدين يعني يسعد ربك على كمية الأسئلة اللي بعثتها بس يا زلمي كتير فيه أسئلة يعني أنت كتير بعثت أسئلة أنت من الأربعة وثلاثين نصهم إلك يمكن شكرا كتير آم هات نحكي هيك بواحد أو أكمل واحد منهم top 5 or 10 fighters you think take steroid كمارو أوزمن محمد أوزمن آه جون جونز آم واكين باكلي واكين باكلي ممكن آه آه باولو كوستا أكيد صحيح وين باولو كوستا ننسيتو يا زنبي اسمع من عقلك بالله عليك اسمع بالله عليك ما تشوف إشي من عقلك هيك صورت صورنا حكيين 5 من 10 يا زنبي آآ فكر هيك شوي آآ ما أظن أجسام آآ ما أظن فرانسيس نيغانو آآ 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 ممكن وقت فايت باولو كوستا ما بس تبعد يعني الغاينو هاي تبعته كانت إشي مخيف آآ 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 ما بحسش ننغانو هاد نغانو يا زنبي لا هيك نغانو لما نولد هيك كان شكله هيك مية من مية هيك طلع هيك طلع من بطن أمه آآ عم بفكر مين فيه كمان آلستر أوفريم مثلا آآ بس هاد اتقاعد يا زنبي طيب ما هاد اتقاعد قبل شهرين يا زنبي بدك اللي جدك يعني إذا هادا هم نحكي هاي فيتور حكينا عنه فيتور بالفوي آآ هيا عرف مايكل شاندلر ما بستبعد تي جي دي لشو عارفين يعني تي جي دي لشو أكيد ونلقى معروف بس هلأ هل هو محترم حاله ولا لا ها هي ما اسمع أنا بعد ما انت حكيتلي عن قصة هاي اليوسادة عندهم مكتب باليو افسي وبصر شو هاد عملت ريسيرتش طويل عريض عملت ريسيرتش يعني ساعات 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 شو طلع معاك طلع معاي زرمي ملعوب أنا حاسس انه الموضوع مش بس ملعوب مسموح مسموح لهم ياخدوا بس ما تنلقت وإذا انلقتت رح وقنا أوتيو رح نحكي للعالم كلها فهم كيف فهذا اللي صار مع جون جونز هذا اللي صار مع جون جونز انه يعني بيكو جرام طلعت فإنه يعني ولا اشي فبس نمسك ف يعني فعليا بحس انه ملعوبة إلا إذا بتنمسك مسموح لك إلا إذا بتنمسك لأنه وبعدين فعليا انت فكر فيها لتبعون الـ UFC وتبعون الـ MMA مش ضروري تاخد انت كميات كتير انت مش عم تلعب كمان الأجسام هن فعليا ما عم بياخدوا عشان يبني عضل لأنه أصلا عضل مرات يكون ضد ضد المغزل تتعب أكتر واستعمل أكتر بس وحسب هن بياخدوا مية بالمية هن بياخدوه عشان الـ recovery عشان يقدر يتدرب أكتر وعشان يقدر هذا وسايكلين بعدين وخلاص طلعوا من جسمك وبس ف يعني هيك أنا حاس الفيلم هلأ خد لك إثبت صعب كتير صعب كتير تثبت هذا الموضوع بس يعني حس المنظمة متقبل للموضوع أنا هيك بقول يعني حتى جون جونز كانوا بقدروا يغطرشوا على الموضوع بس شوف جون جونز ما ببيع تذاكر ما ببيع فآخر فترة وهو قاعد بهال light heavyweight ماسك الدفجن ونازل بواحد واحد فيهم اضطروا انه خلاص يفضحوه شوي اطلع شوي عمي خلينا نعرف نشغل هالدفجن بيع تذاكر أنا بقول ملعوبة الصراحة في ناس تنلقط بمشوها وفي ناس لا ما بعرف يعني خلاص يا عمي لو في منظمة مثلا تيجي تحكي لك منظمة جديدة تفتح تقول لك احنا عاملين دوري ستيرويدز مين اكتر واحد بياخد ستيرويدز وبيفوز ووقتيها بتعرف شو بتصير تشوف بتصير تشوف اداء الرعب واحد عنده راسين مثلا والله يزم بتصير تشوف باك فليب مع كيكس مع كذا بيكون عندهم طاقة واشياء يعني مش بس عضل يعني بيكون عندهم تحمل كتير غير فرح تصير تشوف فايتات تذكر بوب ساب بوب ساب مثلا بوب ساب عبارة عن بلون عضل منفوخ اه يا زنمي اه اه مش طبيعي شو اسمه بتوفى شو اسمه كيمبوس لايس كيمبوس لايس تقول لي كان ال UFC مش سالخ ولا بروك لازنر مثلا بروك لازنر اذا بتغزه بشوكة بيطرتش انابول ودايابول اسد اه انه جد بكو الدنيا هاد يا زنم اسمع فعليا انا حس انه هذا الجواب اعطناه حقه كثير حكينا و يعني وي اوتست اللي وفسي كاملة مية والمية حرقنا الدنيا هات نشوف كمان ايش في اسئلة سايبورغ اه بس عشان نعطي حق الحريم اه سايبورغ اكيد سايبورغ ازم فيها تستوسترون اكتر مني اه مش طبيعي مش طبيعي عندها هاي اه عندها هاي تفاحت ادم اكبر من تبعتي تبعتك مع بعض طبيعي يزان اه دقيقة 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 سؤال اللي تحضر لك تحكيها عنا حبك كوستا شوف سبب يزان نقاش كوستا هاد ما رح يخلص انا بس بعتبره انسان لو ايكيو كمقاتل قوي وك تويتر اكاونت بضحك بس انا بقول لك الانسان هو نفسه مخه مضروب اه كونور مكريغر ضد نيك دياز على ال سي تي اي بل الله يشوف بعد اللي شايفينه من كونور و نيت يعني هدول التنين كونور و نيت و نيك وكله سي تي اي معلم كله سي تي اي منخلهم تنخيل اه حابب اقول برافو شغل اللي عملته كتير حلو شكرا الى كتير ناصر ياريت نقدر نجاوب على كل اسئلتك وستاذ منعطي مجال لباقي المتابعين اه تتوقعوا رح نشوف بطل عربي بي اليو افسي عن قريب و لا مطولين من في امزد اه سبع سبع ستة اه قوية صراحة كل الدعم للمقاتلين العرب بس لهلأ عم نستنى اصلا بالعالم العربي يكون فيه لهم دعم كافي عشان يصير فيه عندنا هدول الاجيال الصاعدة من المقاتلين يعني اللي عم نشوفهم بطلعوا من امريكا و هاي الاشياء الرياضة بلاشت ايناكن 93 احنا عندنا بالعرب صار فيه كتير شغل على الموضوع باخر عشر سنين طبعا من بدايتها مع دازرت فورس و عندك هلا اي ووريورز و عندك بريف و عندك منظمات زي اي و اف سي بمصر عم بيكون فيه شغل حلو بس عبيل ما الاجيال هاي تكبر و ييجي ثالث او رابع جيل من مقاتلين العرب الام ام اي اكيد فيه عمل بس هلا باليو اف سي فيه يعني فيه عندك مونير لزاز ان شاء الله يصير بطل حمدي حمدي امير كتير امله امير البازي مين فيه كمان والله علي القيسي مسفح كمان ببي اف ال و هلا و هلا لا عنده هلا يو اي ووريورز هلا يو اي ووريورز على اللقب رح يرجع ليه الريماتش بالزبط علي القيسي جراح اسمع جراح سلاوي قوي كمان عودة جراح رح تكون كبيرة كمان بالبي اف ال ان شاء اسمع تعرف ايش اللي رح يرجع مية بالمية بس كمان هلا بالبي اف ال صار تعرف ايش فعليا هلا رح يرفع جو العرب بالام ام اي رجعت اليو اف سي على ابو ضبي و انت عارف قديش ابو ضبي بتدعم الجوجيزو والام ام اي و فعليا هلا رح يحكوا عن اعلانات كتير مع حكومة ابو ضبي او رح يفتحوا ايبكس هناك بيكون رهيب او البي اي البي اي زي تعصين البرفورمانس انستوت مية بالمية رح يصير في كتير افنط اصلا هلا في كتير افنط بابو ضبي وبالامارات وبالسعودية يزل ماخدين البوكسينج وماخدين فبتخيل انه الفنون القتالية رح تكبر كتير بالعالم العربي نحن معرفين قردي بالجودو بالمصارعة ف يعني شوي شوي رح نصير النافس على اكبر الالقاب رح نصير مية بالمية ما في حد رح يوقفنا بس لازم ندعم الاثلي تستبعوننا ولازم نعطيهم كل الدعم والمحبة والقوة وكل اشي فهم كيف ومنوصل طبعا طبعا نوت سريعة من اسامة اسامة حبيب القلب بيحكي لنا شتقنا لعمر ان شاء الله اسامة عمر هيك شي يوم بدنا نرتب معاه ونجيبه على حلقة ثلاثية تكون دمار يعني بس بدنا ايش يكون فيه فايت مرتبة طارت عشان احكي مع عمر اقول له عمر منحتاجك منحتاجك وعشان نكون يعني نعملها حلقة جد تكون حلوة وبتستاهلوها طبعا متابعينا حبيب الكل عمر يا زمانة والله اشتقنا له من زمان ما يا زمانة بطلع على الشو نفسي اشوف عمر مية بالمية سؤال قوي جدا بس اظن ما رح نعرف نجاوبه يعني هذا بدي اقعد اشوف الرانكينج وابلش احكم ع واحد واحد رح نرجع لك فيه هذا الجواب ميلد محمد رح نرجع لك فيه رح نرجع لك فيه وانا يعني خلص فسته ورح ارجع لك فيه خلال الحلقات الجاي بس بده تفكير الصراحة صعب هذا اليوم كان نجاوبه لو فاز أوليفيرا على على اسلام هل 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 ممكن تخرب اسطورة حبيب الوزن خفيف اذا أوليفيرا فاز على اسلام لا 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 اسلام عنده خسارة اصلا باليو اف سي انا هاي بالنسبة اللي كتير بتغير على هذا حبيب بكل مسيرته بكل مسيرته ما خسر غير جولة وحدة هاد الاشي اللي بيضلني خليني احكي انه حبيب هو الافضل بالتاريخ ما في احسن منه لانه ما عمره خسر غير جولة وحدة فا شوف انا شخص حبيب بخسارة اسلام شخص حبيب بخسارة اسلام بزبط انت ما بتقدر تقيم مقاتل على خسارة مقاتل تاني هلأ حبيب انتقل لعالم مدرب تاني عالم تاني هو مدرب وإنسان مشهور وبيزنسمان وعنده أشغاله وأعماله وكل إشياء ما بتقدر تقيم الفريق تبعه حسب الرانكينج تبعه ولا بتقدر تقيمه حسب الرانكينج تبع الفريق تبعه يعني حبيب خلاص نزل كأسطورة في بكل الكتب من كل النواحي وشخصية رائعة وممثل للرياضة مش طبيعي شو إنه قوي فيعني ترفع له القبعة وإن شاء الله نشوفه أكتر كمدرب كأستاذ كل إشي لعله وعسى نشوفه أكتر طبعا شكرا للسؤال ياسين أغويرو آخر سؤال عنا من هلول هذا مين أفضل فايتر تاريخيا من كل فئة وزنية في اليو أف سي من وزنة بابلة وزنة ثقيل أظن هلأ جوابنا عليه أنا بالنسبة لإلي حبيب أو ممكن ديميتريس جونسون جي أس بي إله كمان بالموضوع إله وزن مين فيه كمان شوف جون جونس ما بتدر تقيمه من الصورة مع كل مصائبه ومشاكله دائما في علامة جون جونس في علامة بس ما بتدر تقيمه من الصورة أصغر تامبين بتاريخ اليو أف سي عنده انتصارات ودفاعات هو تكنيكلي ما عمره خسر اللقب آآ لا هو بس كل ما ينكحش بيخسر اللقب وبيروح دي سي بياخده بس مية بالمية هذا لي صح ترى دي سي ممكن تعتبره من القوت يعني آآ بنحط 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 فوق بس مش فالنتينا شفشنكو بالنسبة إلي سبودو ممكن فالنتينا شفشنكو بالنسبة إلي يعني أبذر أبذر أماندا نونز خصوصا بعد الفوز تبعها بعد ما خسرت ترجع تفوز في سؤال انتقل عن آآ هذا نادر 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 بسأل مين مين أحلى مولي ولا فالنتينا طبعا يعني أكيد فالنتينا يعني مش سؤال يا حج فالنتينا يعني بس عشان شخصيتها وطريقة حياتها طبعا هلأ مش كتير حلوة مين هي بس بفضلها عن مولي مين آآ هيك منكون فالنتينا فالنتينا بتحكي مش حلوة آآ واحدة الله يا زبا يعني وجها مش بزيادة طب أنا أسألك مين أحلى فالنتينا ولا مكنزي ديرن آآ لا مكنزي بعالم تاني آآ مكنزي بعالم تاني بعدين لما تحكي مكنزي ديرن تحكي آسف أستاذ عمر لأنه هلأ بطلع لنا لايب تعرفش كيف بطلع من تحت الشاشة آآ على عموم أظن لك هيك نكون خلصنا الأسئلة منحب نحكي شكرا لها هوفيك كوزيان آآ نادر آآ مين كمان قلنا في أم زد أسامة مالد محمد ياسين أقويرو وإيزي توي تري لفل آآ آخر حلقة نزلناها الأسبوع الماضي عشان هيك منقولكم لو سمحتوا ما تنسونا من الكومنس هلأ وسبسكرايب ولايك وكل إشي بس اكتبوا لنا أسئلتكم تحت لأنه ممكن نعمل عنها فقرة كاملة زي هلأ آآ طبعا اللي كتب لنا السؤال آخر مرة هو أخونا وحبيبنا آآ عبد صباح اللي هو منهم من هم المقاتلين لخارج الـ UFC لو تشوفهم لو إجوا المنظمة راح يقلبوا الـ Division آآ إحنا شوي راح نلف السؤال هذا ونحكي مين أفضل مقاتلين ما شفناهم عمرنا بالـ UFC وما عمرهم يجوا على الـ UFC آآ طبعا من منظمات مختلفة وهذا إحنا طبعا رأينا الخاص مش إشي كمان منحوت بالحجر يعني فاللي عنده أي اقتراح تاني بليز يكتب لنا بالكومنس تحت أستاذ أسمط بما أنك حامل البلاك بيلد فضل وانت بل أسرق منك واحد لأله قوي خد اللي بدك إياه طيب رح أحكي عن واحد ما حدا بقدر يختلف عنه بالموضوع هاد الإمبراطور فيودور إيميلي لانكو هاد الزنمي أسطورة روسية آآ يعني مش عاره شو أحكي ذك هو فعليا أساسا بدخل ما عليه ما عليه أي ما عليه أي ملامح الخوف ما عليه أي ملامح مشاعر شوفناه بلعب مع جوينت تذكر هذا الطويل الكبير الأسيوي اللي كسر إيده آآ الأسيوي الصيني آآ طوله يعني ناطحة سحاب مسكوا نزلوا على الأرض سلخوا آنبار طلعت من عينه آآ فعليا هذا الزنمي كان لو إيجع على اليو أف سي رح يغير مجرى المنظمة كاملة كان في حكي أنه رح يلعب مع بروك لازنر في فترة من الفترات وكان رح يعض علينا كان شو يعملها الفايت بس هم ما رديو هن ما رديو شماعت في دور ما رديو وفعليا آآ خلص كل شي لعب بكل المنظمات إلا باليو أف سي طبعا السامبو تبعه معروف أيامه ببرايد رهيبة لعب مع ناس زي مارك كولمن كيفين رندلمن أنتونيو نوغيرا ميركو كوكوب يعني فايتات بس أتذكرها بداية بداية حبي للرياضة فهذا الإنسان بترجاكم فيودور روحوا احضروا له فايتات احضروا له الفايتات تبعونه لأنه إنسان أسطوري بوكيمون أسطوري فعليا هو بوكيمون أسطوري بسترايك فورس M1 رايزن EFN بلاتور بودوغ برايد كل إشي بالدنيا شوارع راكر تاعه 46 جد حتى شوارع هلأ شوف يعني كتير ناس بيعتبروه الأفضل بالتاريخ بكل MMA وهذا إشي عادي حقه الصراحة إنه الرقم اللي عنده مش طبيعي السيطرة اللي سيطرها الناس اللي فاز عليها يزال ما فاز على فرانك مير مثلا إنه فاز على أندري أرلوفسكي كله بعز الشباب هذا كمان مارك كولمن يا ويلي يا زلمان شو هالقائمة المرعبة ف مية بالمية وبحب إنه بلشنا فيه دور لأنه هو أكتر واحد بستاهل إنه يكون باليو أف سي وراح علينا للأسف طيب دوري دورك دوري 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 طيب طيب بدك أنت أحكي عن أسطورة أسطورة ولا بدك حدا هلأ شغال حدا هلأ شغال حدا هلأ شغال أعطيني حبة الموريسيو بيتبول من منظمة بلاتور يعني بيتبول من أكتر الناس اللي لازم ينضم لليو أف سي بطل على وزنين ببلاتور الشاب بالمرة مش مزحة يمكن خاسر نزال واحد هو مع اي جي ميكي أو إشي هيك باتريسيو بيتبول سوري أنا كات موريسيو الراكر تاعو عفوا 33-5 بس عنده نزالات يعني مع ناس دمار فاز على مايكل شاندلر كمان فأنا صراحة بكتير بحب القتال تاعو زلمة متكامل وكتير بلبق أنه يكون باليو أف سي رهيب ويا ريت شفنا باليو أف سي بس ما أظن هلأ على كبر هلأ على كبر يعني كبر بالعمر لا خلص 30 سنة عمره أظن لك اليو أف سي ما رح يرضو ياخدوه ما بيرضو ياخدوه أصلا ما أظن منظمته بتخلي يروح اليو أف سي بعد ما بنوه وعملوه زي هيك كتير صعب تشوفه دلعوه هلأ بكونوا مدلعينه منيه بس فعليا هو رح ينزل بتاريخ رياضة الأمميب كواحد من أفضل يمكن 20 مية بالمية أكيد أكيد بنزل طيب دوري حلو ما رح أبعد كتير عن رياضتي رح حكي لك عن أسطورة اسمه هيكسن جريسي هلأ طاشت مني أنا هات الأسطورة اللي كنت أحكيه يا زاوي عشان هيك حولتك يازم أقارئ أفكارك أنا حلوه 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 هكسن جريسي واحد من يمكن عشرة بالعالم عندهم الحزام الأحمر بالجيجيزو اللي هو الدان التاسع طبعا جريسي عائلة جريسي معروفة من مؤسسين رياضة الجيجيزو من الناس اللي أخدوا مبدأ الرياضة من اليابان وطوروها وعملوها الرياضة الأم للبرازيل هو ابن هليو جريسي اللي هو معروف كمان عنده صور وهو بيحلق بالهوى يعني جماعة مخلصين كتير كتير معروف عنده فايتات جيجيزو لا تحصى وكمان كان يلعب أمام ايه وفعليا كانوا كل حدا يحكي انه هو الأحسن واحد بي الجريسي فاميلي حتى لليوم بيحكوا انه كان أعظم مقاتل محارب بالعالم الركور تبعه 11 صفر تمام تسعى بي سبميشنز وتنتين بي نوكاوت ما حدا قدر يفوز عليه وكان كتير كتير وكان عنده قبل الامامي كان يلعب فاليتودو اللي هي يعني قطال على المفتوح فهم كيف ولعب برايد ولعب بكل إشي يعني يخلص كتير بعدين حول على حول على أفلام وصار يعني خلص دخل طريق الشهرة بحب بحب أي حدا عنده اهتمام بالجيجيتسو يحضر لهذا الزنم فايتات بس احضر لي فايت وشوف لي السيطرة ما في حدا بيقدر يطلع معاه بأي بأي مستحيل ما في عندك أي يعني تذكر حمزة شمايف ونيت دياز عشر مرات أسوأ هيكسنغريسي مع أي حدا كان راح يلعب ضده مية بالمية هيكسنغريسي من أكبر أساطير الرياضة طبعا اللي ما بيعرفه مبدئيا يروح يحضر فيلم اسمه تشوك هذا عمر كان يحكي عنه كمان من أقوى الأفلام اللي إلها علاقة بالجيجيتسو بالتاريخ وهكسنغريسي المعروف عنه كمان قصته أنه بـ UFC 1 كان هو المفروض يفوت يمثل غريسي بس قرروا أنه يوده أخوه هويس لأنه أصغر حجما وخافوا أنه هيكسن لو دخل ما راح يكون فيه تنافس أصلا راح يروح يدعس على كله يطلع وعائلة الغريسي بيحكوا أنه هم أعظم مقاتل عندهم ومحارب بيسموه محارب لأنه جد كان عنده عقلية المحارب هو هيكسنغريسي اللي هو أبو كرون غريسي اللي هلأ مقاتل أمامه لعب WFC أكمن فايت بس بعدين طلع شكله بقى هكسنغريسي مية بالمية فيه إشاعة بتقول أنه عنده أكثر من 400 نزال خارج الرياضة يعني كان يطلع بالشوارع كانت أصلا طريقة انتشار الجوجيسو كانوا يتحدوا ناس مية بالمية فيه نزالات أسطورية ما تصورت وما نحكع عنها مع ناس مشاهير صحيح حلو حلو إنكم تقرؤوا عنه وتشوفوا قصته له هكسنغريسي شاكر بس عشان نك حكيت عن قصة انتشار الجوجيسو تعرف كيف الجوجيسو منتشرط بكتير محلات كان يدخل يعمل دوجو وورز يدخل الكوتش تبع يدخل هكسنغريسي أو حدا ممثل من غريسي يتحدى المدرب وعادة كانت تكون وربواب مسكرة ما في كاميرات ما في أي إشي ويدخلوا ويعطوهم إشي عمرهم بحياتهم ما شافو قرابلين انت تخيل تاخد لي واحد تبع كراتي تنزل على الأرض يبطل يعرف فهم كيف عندهم مقولة مشهورة بيحكي لك الأرض المحيط وأنا القرش وإلعب وإلعب كبير فرهيب ننتقل ننتقل لا أنا عندي واحد مقاتل مدمر مرعب اسمه ياروسلاف أموزوف الدينامو مقاتل بي بلاتور حاليا 26-0 عمره 28 سنة 9 نوكاوت 10 سبميشن 7 ديسيجن ما عنده ولا خسارة الزلمة مش بس متكامل يعني عبارة عن يعني المقاتل المثالي طبعا من كيف هو بتدرب من أوكرانيا الشاب مرعب يعني هذا نفسي أشوفه بالولتر ويتس باليو أف سي و جد بطلع براس مع التوب 3 باليو أف سي كتير ناس يحكوا إنه بلاتور عندهم المواهب أخف وهيك هذا الزلم كتير مواهبه أعلى من إنه يكون أصلا ببلاتور يعني ياروسلاف بتمنى بتمنى إنه يكون باليو أف سي صراحة زي ما حكيت مرات المنظمات التانية مستعدة تدفع تخلي الفايتر استفعونهم عندهم وحتى لما يكون أكبر من المنظمة نفسها فاهم كيف يعني أنا بالنسبة لي بلاتور يمكن ثالث أو رابع أكبر منظمة فاهم كيف فا بس بدفع مستعدوا يخلوا التالنت عندهم مستعدوا يعملوا انفستمنت بواحد ويخلوه عندهم فا يعني سجل يدينا سجل سجل يدينا هسا بحكي لك مع طيب زيهات أنت آخر واحدة من عندك اسمع أنا بديش أعطيك كمان وحدة بدي أعطيك هيك بس أسماء للمشاهدين تبعونا يشوفوا يعني يعني إذا وإحكي تبعتك عشان أنا مني وعلي ما ضل عندي غير كيلا هاريسون حلو حقوس دينا وايت أنه يجيبها على اليو سي 15 صفر بطلة بي بي أف أل رجعت هلأ وقعت للأسف مع بي أف أل لأنه سلخوها أبصر كم من مليون بفهموا جودو أوليمبيان رائع أوليمبيان وبطلة بوزنين ب بحياتها حتى أوليمبيان مرتين هي أخذت القولد فدائما تتخوت هي حتى على شو اسمه هنري سهودو أنه هي عندها أربعة سيم صح صح وكمان المدير أمالها هو شو اسمه علي عبد العزيز بتتدرب بأمريكان توب تيم مع أماندا نونيز فإنه يمكن عشان هيك كمان سبب تاني إنها ما تنقل هاي ست هاي ست أحسن من راندا راوزي آآآآ بكتير هاي ست أحسن من راندا راوزي أنا بقولك رائع كاملة أكتر طيب خليني أعطيك أكمل اسم بس للمشاهدين يشوفوهم يتابعوهم خصوصا المتابعين اللي بيحبوا الرياضة كتير شوفولي دوغلس ليما والجنون اللي مسويه هذا الزنمي شوفولي فايتات هاد الزنمي أقدم شوي آآ فيتور شاولين هاد الزنمي كمان أسطوري آآ صار يحكم هلأ بالـ UFC مرات شوفولي قصت آآ باولو فيليهو هاد عمل كتير مشاكل بالدنيا خرب الدنيا ببرايد بس على كبر خرب مين كمان دي أحكي لهم ريكاردو آرون الياباني آآ بس هذا مش لعب بالـ UFC صح لا ما لعب الـ UFC والركور تاعه 47 9 عنده 57 فايت ووحدة طبعا هذا بس فاز على ناس مهمين زي أدي ألفريز كزوشي ساكورابا يعني الولد مرئب كتير ناس كتير ناس بيحكوا أنه هو أعظم جرابلر بتاريخ الرياضة فشينيا يوكي كمان حلو تحضروله الفايت تعونه الصراحة مع رايزن ومع ون وهيك رائع كنت بدأ أحكي لك على آخر واحد لأنه قصته حلو كمان ريكاردو أرونا ريكاردو أرونا هذا الزلم جنون وطلع لأنه في شيوخ من منطقتنا خلص يعني أعطوه كل المجال وقالوله خلص أنت تعال ع بلادنا وعلم جيجيسو وسيرفينج وخلص يعني اكتفى 100% اكتفى بس أخذ هاي أخذ يعني تعليم سيرفينج آه سيرفينج وجيجيسو وعنده يعني عدد من النزلات مخيف 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 هدول المقاتلين كتير حلو تحضروا لهم مفايتات حتى لو برجع فيكم التاريخ شوي لورا ادرسوا تاريخ الرياضة عشان تفهموا كيف كبرت الرياضة وكيف تحسنت وكيف صرنا وين نحن هلأ مية بالمية مية بالمية مبدئيا شكرا متابعينا لمتابعتكم كالعادة ما تحرمونا من السبسكرايب واللايك والكومنس الكومنس رح نجاوب بلكم عليها ان شاء الله كلها انتو هلأ دوركم تكتبونا كومنس مين بتتوقعوا نتائج الفايتس اللي رح تيجي بفرنسا و اسلخونا اسئلة نجاوبها بفقرات معينة بالحلقات الجاي اسمت عندك اي اضافة حبيبي بعد كل الحك اللي حكنا يعني بس نشكر جمهورنا احلى جمهور استوديو الجمهور وبس يعني دعمكم دايما مشكور و بنحبكم كلكم فعلا فعلا شكرا كتير على الدعم متابعينا ان شاء الله منكبر بوجودكم ومعاكم وبدعمكم شكرا لمتابعتكم تصبعوا عليكم peace